صائح المستهلك فالأوضحية حيثا نبغي نشتريه الحولي ما خاصيش نشتريه هو ناس او لما خاصيش نشتريه هاداك شادليف القرون ديلو تيقول يقلبه وشادليفه خاص الحولي انتلقوه ويتمشا قداميوه نشوفه انه تيت تينقز وتيتحرك يعني حركي بزاف عاد ممكن ديك الساعة بقنت توا معه اشنا خاصي نقلب هذا الحولي اولا خاصي نشوف العين ديلو ما يكونوش حمرين خاصي نشوف المناخر ديلو لانه ما تيسيلوش بالماء هذي نشوف نقلب الديالة ديلو ديك الديالة ديلو ما يكونش جارية الى كان جارية يعني هاد الحولي هادا راه فيه اسهال يعني راتي عيني مشي ماراد ممكن ديو يموت لك تاليتا ما يكونوش فيه ديوكل الولسيسات ديوكل هنا تيكونو هنا ديوكل الولسيسات ديان هذا ما ديشتف في الاضحية ديلو ما يكونش فيه الولسيس وما يكونش تيسعل انه يتشرف الحولي وتيسعل الى كانت يسعل اذا هذا راه كانوا واحد المرض اللي هو ديال المرارة ارى ممكن ديه ليوم يموت لك اليوم تانيا هاد الحولي مني تنشريه تنقتانيه ما تنديوش مباشرة مثلا كنت عرفو بلا دا بحنا في شهر سبعة والحرارة الحرارة مفرطة هي اليوم ما يمكنش الحوالي دا بره تتسي وطيب قيل هاتس ما خصنيش نبدي الحولي نوصلو الدر ونعطيه اشترب لا على الاقل يقصوح تلاتة تسويعة تلاتة تسويعة تلاتة تسويعة نعطيه اشترب ما نعطيه ماكلة ما نعطيه حتي السرع راه يلدي تسخون وطييل هاتس وصخفانه نعطيه الماء راه غادي يموت حتى نوصل دلت نخلي واحد ربعات سوية خمسات سوية عادة نعطيه الماء تيشرب ونعطيه الماكلة بالنسبة وإلى عطيته الماكلة إلا كان مثلا غدا العيد داك النهار قبل العيد وحنار قبل العيد ما نعطيهش الماكلة نهائيا نقطع ليه الماكلة بس يكون سهل حتى في السلاخة